اشتركوا في القناة مما نهى عنه أهل العلم واستحبه جدا أهل الجهل كالرافضة ومن يتغذى بالرافضة ويمكن له من قبلهم كالأحباش الأحباش عندهم هذه عقيدة لا تنازل عنها أبدا التمسح بالقبور حنشوف الآن رح نخليكم تسمعوا صوت جميل حليم وإن كان صوته كتير مزعج جهوري جدا مش مشكلة نحن بهمنا العلم وعننا أدلة علمية حتى لا يقال أنه نحن نتهجم المجال مجال علمي لمن يريد أن يتبصر خلينا نجيبوا أدلةهم ونحن نجيب أدلتنا سمعوا الآن جميل حليم ونشوف الشؤال كم نحن مشتاقون إليك يا رسول الله كم نحن بشوق لنقبل ما عليك يا محمد لنقبل ما عليك يا رسول الله كم نحن بشوق لنضم قبرك ونقبله يا رسول الله كم نحن بشوق لرؤيتك ولسماع صوتك وللتبرك بغبار ترمى بقبرك وبغبار عليك يا محمد هذا ما قاله ماذا عندنا نحن عندنا أن أهل العلم نهوا عن ذلك ونحن نجيب لكم أول واحد نحن نجيبه بما أنهني بعظم أبو حامد الغزالي أول واحد من جبل نياء هو أبو حامد الغزالي وقد عرضنا عليهم ذلك في المناظرة في ملبون وقلت لي سليم علوان تفضل أبو حامد الغزالي يقول عن التبرك بقبر النبي تمسحا باليد أن هذا من عادة اليهود والنصارى يعني اكشفت أنهني على سنة اليهود والنصارى فغاضبا وبدأ يصرخ اختلت وازنه أنت تطعن في حجة الإسلام الغزالي والآن تستدل به طبعا تستدل لأنه معظم عندك فسقط في يده وشي بيعتبره حاله انتصرنا في المناظرة لكن احنا انتصرنا عليكم أثبتنا أنكم على عقيدة اليهود والنصارى في هذه المسألة وفي مسألة أخرى وجبنا له كتاب البرهان المؤيد بتعليق شيخه الحبشي وفيه يقول أحمد الرفاعي أن الله يقول الأولياء أطيعوني أطعكم وأجعلكم تقولون للشيء كن فيكون هذه المساواة مع الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا هذا الأنداد أنتم مشبهة أو اللي بيقولوا أنتم مشبهة ما بدنا نخرج على الموضوع هنجيب لكم أول شيء أبو حامد الغزالي تفضلوا شوفوا معنى الأدلة إن شاء الله تعالى تفضلوا بارك الله فيكم هذا أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين المجلد الأول صفحة 259 والمجلد الرابع صفحة 491 في كل المصدرين يقول أبو حامد الغزالي ولا يمس قبرا ولا حجرا فإن ذلك من عادة النصارى جميل حليم يا رسول الله بدنا نضم قبرك شوي شوي علينا ضم القبر مما نهى عنه أهل العلم أحكي أينه فهذا أبو حامد الغزالي يقول فإن المسة والتقبيلة للمشاهد الأضرحة يعني من عادة اليهود والنصارى قال انتصروا انتصرنا أهل السنة والجماعة لك أبو حامد الغزالي عم يقول أنتوا متبعين سنن النصارى واليهود وبتقول أنتوا أهل السنة حنجب لكم غيره عنا كتير ما عنا مشكلة أفدا في عندك كتاب الكفاية لذوي العناية بتعرف لمن هالكتاب يا جميل حليم هذا الكتاب الكفاية لذوي العناية لعبد الباصد فخوري اللي حرفته كتابه تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام صفحة 162 يمكن لـ 169 تم التحريف حذفه ست صفحات يثني فيها عبد الباصد فخوري مفتي بيروت على عقيدة محمد بن عبدالوهاب يأتي بنماذج من كتبه ويقول هذه لم يختلف عليه الأنبياء لا نبينا ولا الأنبياء من قبل هذه عقيدة هذه عقيدة أهل الإسلام في هذا الكتاب يقول الفخوري يذكر أصنافا من المحرمات ثم يصل إلى ماذا إلى اتخاذ القبور مطافا يعني طوفوا حول القبر واستلام القبور باليد واستلام القبور باليد يا جميل حليم الصراخ ما بيقوي الدليل تبعك الصراخ ما بيقوي دليلك دليلك ضعيف حتى لو صرخت نشوف مثلا النووي 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 ماذا يقول ويكره مسحه قبر النبي صلى الله عليه وسلم باليد وتقبيله بل الأدب هو عم يقول الأدب أنا ما بتهمك بشي هو عم يقول شو هو الأدب يا زميل حليم بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر يعني في حياته هذا هو الصواب هذا رأم واحد صواب يعني أنت على باطل وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه هذا هو الصواب المجمع عليه مين قاله النووي كيف؟ حتى تعرفوا يا أحباش عبد الرحمن دمشقي ما بتكلم إلا بيعلم كيف؟ كتاب المجموع المجلد الثامن صفحة 257 والمجلد الخامس صفحة 266 مين هذا؟ النووي ثم قال النووي كلام جميل وأنتم بتستعملوها يا أحباش العبارة هاي بس ما بتطبقوها يقول وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام جميل حليم صار من العوام نعم في مخالفتهم لذلك فإن الاقتداء أو العمل إنما يكون بأقوال العلماء طلع طلع جميل حليم من العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم أبو جهل قال ولقد أحسن الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ومن ظن أن المسحب اليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب كلام جميل جدا الإضاح في المناسك للنووي صفحة 161 وصفحة 453 دار الحديث وكتاب المجموعة كذلك المجلد الثامن صفحة 375 كلام مهم جدا كذلك قال في المجموع وقال الإمام محمد بن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين قال في كتابه الجنائز ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله وعلى هذا مضت السنة قال أبو الحسن واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله حتى تعرفوا يا أخواننا في لبنان إلى أين يسير بكم تسير بكم هذه الطائفة جمعية مشاريع حزب الله جمعية مشاريع الرافضة الشيعة يسموها الجمعية الخيرية حتى تعرفوا أين رحيم فيكم لماذا الاغترار وبيغنو لكم شوي وبيفرحوكم خلص نحن الحمد لله على خير منرقص شوي ومنغني معه وعملين لفرق فرقة فرقة حسب الله كبير جدا والله يعني أنا شفت أعدادهم ضخم جدا فرقة حسب الله هيك بيكون طريق أهل السنة هيك الصحابة هيك كان الصحابيات يجتمع مع الصحابة ويرقص ويغنوا وأنا أقول لكم ليش أنت بتنخدعه بسرعة يا أهل لبنان ليه نكمل قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة هنا هذا كذلك في إتحاف السادة المتقين مجلد الرابع صفحة 421 عفوا كتاب المجموع بعدنا ذكرنا المصدر في كتاب الجنائز أما الزبيدي فقال ويستدبر القبر الشريف ونقر النووي عن أبي موسى الأصفهاني في كتاب أداب الزيارة وقال الفقهاء المتبحرون يعني علماء يعني فطاحل متبحرون خرسانيون المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة النصارى يا أحباش جميع حليم عم بيرجع عادة النصارى بيناتكم خداع كيف ترضو هالشي أنتم هذه كتب أئمة على المذاب الشافعي وأكابل الأئمة يحكون ذلك نعم قال وما ذكروه صحيح وما ذكروه صحيح لأنه لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين الآخرين فلأن لا يستحب مسه القبور أو لا والله أعلم أو لا والله أعلم المجموع شرح المهذب المجدد الخامس صفحة 311 شو عبدك كذلك البناء على القبور عجيب أنا رأيت كلمة للشافعي عجيبة لو لو لم أقل قال الشافعي لأقول له هذا كلامك أنت يا وهابي والوهاب الله الوهاب من من الهبة من الهبة وهاب معطي يعني استعملوها للواحد لما يسمع كلمة وهابي الآن ممكن شوي تدأزدينته عندهم عندهم ما بايحبوها الكلمة ما بايحبوها هذا من اسم من أسمها إلا على كل حال ما بدنا نتفرع ما يبنى على القبر رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أرى الفقهاء يعيبون عليه يعني هذا شو هذا يعتبر إقرار من الشافعي بهذا العمل هلأ لو عملنا لآموا الدنيا وما أقعدوها أنتم تنبشون القبور انظروا إلى هؤلاء ما بيقولوا الناس هم يهدمون ما بني عليها لأنه مخارف للشريع لا كلها عبارة عن أساليب عاطفية للخداع وللتلبيس على الناس الأسعب شديد طيب هذه خلصنا منها الآن واحتج في كتاب المهذب في النهي عن البناء على القبور احتج بحديث شو لا تتخذوا قبري وثنى فإنما هلك بني إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مساجد كيف لو شايفوا الأحباش بيرفعوا القبور مش بس ساك شوية شبر شبرين ثلاثة لا بيحطوا أبو شيخهم بالطابق الثاني بمحلة أبو شاكر أشكيه ليه تعرفوا ليه أخوان لأنه هني عندهم يعني النبي يدفن حيث مات النبي يدفن حيث مات فإذا مات الحبشي عندهم يدفن حيث مات له حكم النبي عندهم أحكام النبي تتنزل عليه ما لو ما هو بيلتقى بسيدنا معاذ بيقوم سيدنا معاذ من الأبر وبرحب فيه وبرحب فيش اسمه وبيشوف النبي صلى الله وسلم يعني حدا بيقول لك حبشي العجيب هنا أن الشافعي صحب المهذب يحتج بقول الشافعي شو هو قول الشافعي قال الشافعي وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس أو على من بعده من الناس هذه في كتاب الأم الكتاب الأم المجلد الأول صفحة 278 كتاب الأم للشافعي معروف هذا كتاب لا يقال أنه ليس له ولا أنه متسوس عليه هذه عقيدة الشافعي كتاب الأم المجلد الأول صفحة 278 وكتاب المهذب المجلد الأول صفحة 139 قال أبو شام الشافعي لا يجوز أن يطاف بالقبر وحكى الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن اللي بيكون عن طريق الضم ما أنت عم تقول بدنا نضم قبرك يا رسول الله نهى عن ذلك نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع شو صار جميل حليم الآن يا إيه الأحدش خليكن على الحق إياكم أن تتعاموا عن الحق الله الله سبحانه وعلى بذلكم ولكم وقف يوم القيام أمام الله عز وجل سوف تسألون ما موقفكم من هذا الكلام بل لو علمتم أن أن شرطية رسول الله صلى الله وعليه 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 قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته هذا فيه صحيح مسلم شفت شرطي رسول الله كمان والله لو التقيت بشرطي رسول الله اليوم لقلت هذا نباش المقابر هذا نباش المقامات مقامات الأولياء والعجيب أن الزبيدية قال وكل ذلك بدعة منكرة إنما يفعله الجهال كما قاله السبكي حتى السبكي حتى السبكي اتحاف السادة المتقين المجلد الرابع صفحة أربعمية وسبعة وخمسين والمجلد الرابع كمان صفحة أربعمية وثمانتاش والمجلد العاشر صفحة ثلاثمية واربع وستين وثلاثمية وخمسة وستين شو بعد عندكم شو بعد عندكم هيدو الوهابية ورد هناك تساؤل هل لفظ الكراهية يفيده التنزيه أو التحريم فأجاب ابن حجر الهيتمي هالمرة الهيتمي مش الابن العسقلاني الهيتمي اللي هو عدو ابن تيمية اللدود ومع ذلك شوفه ماذا قال والقول بالكراهة التنزيهية غير صحيح إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله كيف يكون فعله ملعون وبيصير مكروه أين قال ذلك الزواج لعن اقتراف الكبائر المجرد الأول صفحة 200 واربعة ومثين وستة واربعين مثين وستة واربعين اين هنا هنا ننظر حضروا الألم حضروا الألم والورقة وكتبوا يا أحباش حتى ما تقول حتى ما يلبس عليكم ويقال لكم هذا دي مشقية يكذب كتاب شفاء السقام للسبك صفحة 130 شو بيقول فيه وإنما التمسح بالقبر انتبهوا اسماعي يا جميل حليم وإنما التمسح بالقبر وتقبيله والسجود عليه ونحو ذلك فإنما يفعله بعض الجو 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 الجميل الجو جهال ليس جميل حليم الجو الجهال الجميل حليم السكي عم يقول هذا من فعل الجهال بيقفلي على المنبر ويصرخ وبيلبط ويضحك على الناس هذا كلام السكي ولا نسيت السكي الأشعري يقول فإنما يفعل ذلك بعض الجهال ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك ويعلم آداب الزيارة لازم تتعلم آداب الزيارة يا جميل حليم ما تفعله أنت ليس من الأدب في شيء لازم تعملك دورة دورة تدريبية في الأدب إذا قدمت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم آداب الزيارة شفاء استقام صفحة مئتين عفوا مئة وثلاثين وكذلك في فتاوي فتاوى السبك يقول ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف فيه أو به عفوا ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف به لا يمس لا يقرب وإن أنت من ذلك يا فقه عصرك وفي الفتاوى الهندية المجلد الأول صفحة مئتين وخمسة وستين قالوا ولا يضع يده على جدار التربة يعني عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت تحتاوي الحنفي في حشيته على مراق الفلاح ولا يستلم القبر ولا يقبله فإن ذلك من عادة أهل الكتاب شفتش عم تعلم الناس عندك بلبنان يا جميل حليم عم بتعلمهم عادات أهل الكتاب من يهود ونصارى شفت كيف نحن أظهرنا الله عليكم بحجاجنا وأدلتنا ولذلك هذه الأدلة الكثيرة تغنينا عن أن نتوجه إليكم بالإساءة سبا أو شتما ما بحج هذا تركناه لكم وإنت مشهور بذلك ما شاء الله نحن بالأسلوب الهادئ والبرهان الصاطع الواضح إذن قالت تحتاوي ولا يستلم القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة بس أليس هذا كافيا ولا ما يكفي إذا ما كان كافيا يجب لك كمان معنا أذلي كثيرة جدا يعني ممكن